للتوتر في المنطقة هذه المرة سمى ملفتة وهي حرص طهران وواشنطن على تجنب الالتقاء وجها لوجها على الرغم من كل المخاوف من أن تؤدي حرب غزة وتداعياتها إلى جر الولايات المتحدة وإيران إلى قتال مباشر لكن التصعيد بدأ يأخذ شكلا مختلفا يعيد إلى الأذهان أكبر مواجهة عسكرية بين البلدين حين دمرت إدارة الرئيس رونالد ريجن حوالي نصف البحرية الإيرانية في ثمانيات القرن الماضي صحيفة نيويورك تايمز ذكرت بأن العملية التي قامت بها الإدارة الأمريكية عام 1988 أغرقت أو أصابت ست سفن إيرانية مسلحة بالشلل قد تعرض نصف الأسطول أيضا التشغيلي الإيراني للغرق أو لأضرار بالغة بحسب وصف البحرية الأمريكية وذلك انتقاما من عملية التلغيم التي ألحقت أضرارا بالسفينة ساموال بي روبرتس كانت هذه المرة الأولى والوحيدة التي تقصف واشنطن أهداف بشكل مباشر مستعدفة طهران لكن هذه ليست المرة الوحيدة النادرة للمواجهة المباشرة فالرئيس الأسبق دونالد ترامب كاد يشعل حربا مباشرة أوقفها في آخر لحظة سبق وخطط الرئيس السابق دونالد ترامب لشن ضربات مباشرة على إيران في عام 2019 لكنه ألغى بعد ذلك الفكرة بعد أن أسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار يرى مراقبون أخيرا أن توجيه ضربة أمريكية مباشرة إلى الأراضي الإيرانية وهو ما يدعو إليه بعض الجمهوريين سيكون أمرا غير مسبوقة لكن لا شك أن طهران وواشنطن تجدان الرقص جيدا على حافة الهوية ترجمة نانسي قنقر